النفط كلمة السر في الصراع الليبي ووقود التأزيم للأوضاع الاقتصادية والمعيشية هل سيكون سبباً لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب شن حفتر عدوانه على طرابلس؟ مغلقوا النفط الذين برروا فعلتهم بأن عائداته لا توزع بالعدل بين الليبيين وكانوا ستارة لميليشيات حفتر التي أصدرت التعليمات لشركات السرط والهروج والخليج والواحة والزويتينة بإيقاف صادرات النفط في السابع عشر من يناير الماضي بحسب المؤسسة الوضنية للنفط عاد للإعلان عن فتحه في التاسع والعشرين من يونيو بعد الضرر الاقتصادي البالغ الذي تسبب فيه ولكنهم فوضوا ذات الميليشيات لإدارة القطاع نؤكد على أن النفط لكل الليبيين ومن حق الشعب الليبي الاستفادة من إراداته بتحسين ظروفهم المعيشية والمزي قدماً لإعمار البلاد ثالثاً وبإرادتنا فتحنا النفط وسنقوم بإخفاله إذا استخدم النفط مجدداً في قتلنا وتجويعنا السرط تبدو أكثر وضوحاً من الخارج حيث أجريت مباحثات بين دول غربية ومصر للبحث عن سيغة تسمح بفتح إنتاج وتصدير النفط في ليبيا لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية وعطاء فرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يقود إلى حل نهائي بوقف الحرب ويعود الجميع إلى طاولة المفاوضات مؤسسة النفط أكدت في التاسع والعشرين من يونيو إجراء المفاوضات مع عدد من الدول القلمية تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل استئناف إنتاج النفط مشيرة إلى ضرورة الشفافية وتحقيق إرادات النفط للعدالة الاجتماعية وضمان حماية المنشآت النفطية وإبعادها عن الصراع العسكري والمناكفات السياسية صحيفة الجارديان أكدت أن هذه المحادثات تتضمن مقترحات لتقسيم الإرادات النفطية بين ثلاثة بنوك تمثل المناطق المختلفة بحسب تقرير الصحيفة البرطانية عن محادثات قد تؤدي إلى إنهاء الحصار على حقول النفط ليبيا غير أن موقف حفتر من الفتح لم يتضح حتى الآن غير أن تحركه للمرتزقة من أجل صيدرة على حقول النفط أثناء المباحثات التي استبعد منها وحضرها المصريون يشير بحسب مراقبين إلى سعيه لكسب أوراق تفاوضية جديدة لفرض الأمر الواقع استباق لنتائج هذه المحادثات التي قد تعرضه لضغوط من المصريين للقبول بها من أجل حفظ ماء الوجه إعلان عن فتح لإنتاج النفط وتصديره في خضم صراع عسكري محلي بدعم خارجي وفي أجواء سياسية ملبدة بالغيوم ووضع اقتصادي يزداد سوءا كل يوم ينتظر الليبيون أن يفتح لهم نافذة أمل في هذه الظروف الصعبة التي تحيط بهم من كل جانب